بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بمعلمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين ان شاء الله يا جماعة المهاردة هنتعلم مع بعض ازاي ننادي على الريبرت من خلال الايداف مبدئيا انا بفترض ان انت تكون عامل الريبرت باي طول انت عاملها سواء كانت مثلا الريبرت بلدر او مثلا جاسبر او مثلا البي اي بابليشر او كريستر ريبرت فانت مفروض مبدئيا تبقى عارف ازاي تعمل التقرير بعدها نكش في المشكلة التانية انا عملت التقرير ازاي نادى عليها باش مهندس من خلال ايداف ده اللي انا حاول النهاردة اتعلمه معاك طيب حضرتك دلوقتي لما بهيه نادى على الريبرت من خلال اي اف مشك يا لازم تبقى عامله انا مفترض ان انت تعمله مثلا من خلال الريبرت بلدر فانا هنتعلم مع بعض ازاي انادي علي الريبرت انت اعمله بلدر من خلال الاداف تعاو نشوف الفكرة ازاي اللي انا عملت تقرير التقرير بتاعي انا حقه في هذا المصار المصار بتاعك او انا عامله مثلا على السي ابراهيم ريبورتس وده التقرير اللي انت عامله التقرير اللي انت عامله لو انت عايز تفتحه فانا هفتحه من خلال الريبورت بيلدر بتاع أوريكل هفتح معاه مبدئيا جملة ال SQL جملة ال SQL انا بجيب ايه بجيب اسم الادارة واسم الموظف والوظيفة بتاعك وتاريخ التعيين من جدول ايه من جدول الدبارتمنت وغدول الام وده شرط الربط بتاعك بحيث ايه كمان بحيث ان رقم الادارة اللي انا هدعتها لك هيكون موجود في هذا البرامتر البرامتر انا بسميه debit التقرير ده انت ممكن تعمله المنطقة البساطة المشكلة في ايه المشكلة ازاي انت تقدر تنادي على هذا الريبورت من خلال ال ADF مبدئيا قبل ما اتعلم ازاي نادي عليه من خلال ال ADF انت تعرف ازاي نادي عليه لواحد صح او اقالك من خلال ال URL بتاعه ال URL بتاع الريبورت من خلاله واقدر ازاي على التقريب اللي انا عايزه ال URL اهو تقدر تروح على اي براوزر وتحك ال URL تخاص في الريبورت وتفتحه هايزهر التقريب بتاعك ده طبعا الريبورت سيرفر بتاعك وده مكان الريبورت انت حطه في هذا المسار وبيزهر علي انه HTML طبعا تقدر تخليه PDF لو تقدر تخليه PDF فاليوزر بتاعك يقدر اللي هو يحفظه يبرينت زي ما هو عايزه طيب وده الريبورت وده البرامتر اللي انت عامله علشان تبعتله الرقم اللي انت عايزه طيب ازاي بقى اقدر احق ال URL اللي نون في ال ADF وخلي ال ADF يقدر ينادي على هذا الريبورت تعال نشوف تعال نعمل مشروع ونعمل انا عملت لك مشروع تعال نعمل بيج مع بعض نعمل جي اس اف جي اس اف بيج هنسميها ريبورت كل ونعمل بين لان احنا طبعا محتاجين بين لان احنا هنكتب كود الصفحة بتاعتك هاي تقدر انت تحط فيها ال Component اللي انت عايزه تعال نحط فيها ال Input Text تعال نحط فيها البر البر هنكتب هنا في ال label بتاعه Show report يبقى اخيها تمام المطلوب اللي انا لما ضغط على الضرار ينادي على التقرير مبدئيا ان انت محتاج كود فانت double click على الضرار وبتطب الكود بتاعك ايه الكود ان انت تنادي علي تعال نشوف معها ده الكود بتاعك اوه تعال نشرحه مع بعض ونشرح ايه الفكرة انت محتاج ان انت تحط لما تضغط على الضرار تعمل بيج جديدة ونحط فيها ال url الكلام ده بيتعمل ممكن تعمله من خلال ال javascript طب لو انت عايز تنفذ كود javascript بتستخدم ايه بستخدم قلاص زي ما انت شايف خيده اسمها Extended Render Kit Surface تقدر ال object بتاعه تحصل عليه من خلال القلاص اللي اسمها surface بتصد قدها method المثل ديه تقدر من خلالها انت تحصل على ال object اللي من خلاله تقدر تناس تنفذ كود javascript التكود تاعه javascript ايه كود تاعه javascript ايه قال لك والله عبارة عن windows.open اوبند يجدها ال url اللي انا اريده والرل اللي انا أريده كيش في اي مشكلة و زي ما انت شايف انا حاطق كل ده في متغير string ال URL لا الامر بما في ال URL ان انت عايز تفتحه على حدث في متغير string علشان بتنفيذ كود ال Javascript بتاعك من خلال object اللي انت عملته فوق بتقوله add script وبتديله current instance بتاعتك وبتديله ايه وبتديله الكود ان انت عايز تنفيذه لا اكثر ولا اكثر طيب تعان تشوف تأثير ده ايه اخده لك انا مدينه هلا الادارة 10 تعان تشوف الكلام ده هينفع يتنفيذ وده ها نعمل run ها در او راتب يعمل run하و ها نعمل راتب يعطني اوه In a last instance اتا اتا هذا الشارب باعة كوه لما تضغط عليه سوف يفتح لك كتابة جديدة ويضع لك URL ويعرض التقرير زي ما انت عايز بالظبط ولكن هيغيب لك الموظفين فقط اللي في الإدارة عشر لان انا حاطيتها في الإدارة عشر مهندس لو انا عايز دلوقتي القيمة اللي انا ادخلها هنا يتعرض على اساسها التقرير اعمل ايه؟ دي مفيش فيها مشكلة هروح اعرف متغير private integer هسميه مثلا debit واربطه وعمل الستر والديتر بتاعته فيش فيها مشكلة خالص واروح على خاصية الValue بتاعت هذا العنصر اهي اهي suppression هروح على الدبس بتاعك اهو اوكي كده انت ربطه بالمتغير القيمة اللي هكوش هنا هتترمى مباشرة فين في هذا المتغير اقدر انا اروح اخد المتغير احطه هنا يبا ازا يبا ازا يبا ازا يبا ازا احنا تعلمنا ايه؟ ازاي ننادي على الريبرت اساسا فدا من خلال الURL بتاعه المشكلة ازاي في الADF افتح الURL من خلال امر الجافوسكريبت اللي هو window.open يبقى امر الجافوسكريبت ده عشان يتنفذ محتاج object ينفذه من خلال هزي الكلاص فحط لاغية طيب انت عن جارة اه ممكن حد يقول لك انا عايزه BDF مفيش مشكلة هتيجي هنا وتحفظ وتعمل run البيج بتاعتك وتشوف تأثير ايه وكتبت هنا مثلا اداره عشرين وقلت شو جاب لك هنا ايه؟ جاب لك هنا الموظفين متوقع الاداره عشرين اهم وعلى هيئة BDF لو انت عايز كمان الاداره تلاتين وقل لي شو؟ هيجيب لك موظفين الاداره تلاتين اهم وهكذا بالظبط دول غير دول كل اداره على حسب الموظفين اللي فيها وعلى حسب الرقم اللي انت هتبعته يبقى اذا انت تقدر تنادي على الريبرت بتاعك زي ما احنا قلنا بمنطقة البساطة مفيش فيها اي مشكلة اه اتمنى اللي يكون الموضوع يعني مش صعب الموضوع سهل وانا ااسف عن التأخير انا اتأخرت على عشان اطلع الفيديو ده بس معلش هو بس الوقت ما كانش سامح وشكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا